مخيم ماريلياس ما في فلسطيني بقول ما بدي أرجع ما تصدق إذا حدا بيقولك أنه في فلسطيني قال أنه أنا ما بدي أرجع على فلسطين أقول له هذا الكلام مش مزبوط عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان يتراوح بين 250 إلى 400 ألف لاجئ معظمهم أحفاد للفلسطينيين المهجرين من فلسطين عام 48 بعد نشأة إسرائيل عدد كبير منهم لم يغادر لبنان وتواجهه مشاكل عدة فالكثير من اللبنانيين يعرضون منح الفلسطينيين الجنسية اللبنانية خوفا من اختلال التوازن في لبنان والنتيجة مجموعة من القوانين المتشددة بحق اللاجئين الأهالي يعرفون هذا الوضع جيدا لكنهم لا يقولون شيئا لأولادهم لأنهم لا يريدون لهم أن يفقدوا الأمل بل أن يتابعوا دراستهم في الجامعات معظم المنظمات في لبنان تحذر من تفشي العنف في المخيمات في حال لم تتخذ إجراءات وقائية أما اللاجئون فلا يؤمنون بنتائج إيجابية لعملية السلام يعني اليوم ما نراه في القدس ما نراه من مستوطنات ما نراه كله عقبة في طريق السلام واضح تماما أن الشعب الإسرائيلي واضح تماما أن الحكومة الإسرائيلية وأي حكومة إسرائيلية لا تريد السلام بمعناه الحقيقي مصير هؤلاء اللاجئين يشكل أبرز المواضيع الشائكة في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية فيما لا يرى اللاجئون أي تغيير يلوح في الأفق